قال السفير الألماني بالقاهرة إن مصر بتعيش لحظة فخر بافتتاح قناة السويس الجديدة مؤكدا أن المشروع يدعو لعقد الأمال الكبيرة في المستقبل أشار السفير إلى أنه سيحضر حفل الافتتاح ضمن الوفد الذي يرأسه نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد بالحكومة الاتحادية الألمانية وأضاف في مؤتمر صحفي أن كل من يقرأ تاريخ مصر يقدر ما ترمز إليه قناة السويس وأكد أنه لا يوجد في ألمانيا رمز يمكن أن يجسد التاريخ الألماني مثلما تفعل قناة السويس فقناة السويس هي التي أشار إليها السفير الألماني في حديثه والتي يمتد تاريخها لأكثر من 150 عاما شاهدت العديد من اللحظات الهامة والتي سطرت تاريخ مصر تتلخص في التقرير التالي مشاهدين نتابع على مدار تاريخها الممتد لأكثر من 150 عاما شهدت قناة السويس العديد من اللحظات الهامة التي كتبت تاريخ مصر البداية كانت في حفل الافتتاح الأسوري الذي أقامه الخديوي إسماعيل للقناة في عام 1869 بحضور ستة ألاف مدعو من زعماء وأمراء أوروبا وكانت تكلفته بهضة لدرجة استيلانة الخديوي لإقامة الاحتفال الضخم وبعد نحو 85 عاما من تحكم الفرنسيين والإنجليز بقناة السويس جاء زعيم جمال عبد الناصر ليكتب فصل جديد في تاريخ القناة بإعلانه تأميمها لتعود مرة أخرى إلى المصريين الذين دفعوا أرواحهم لحفرها صيحات الله أكبر التي أطلقها الجنود المصريون خلال عبورهم قناة السويس في حرب أكتوبر ارتبطت في وجدان المصريين بالانتصار كما ارتبط عبور القناة بقدرة المصريين على هزيمة المستحيل احتلال إسرائيل لسيناء دفع إلى إغلاق قناة السويس لمدة ثماني سنوات حتى افتتحها الرئيس الراحل أنور السادات في يونيو 1975 وهو معتبر انتصارا كبيرا لمصر وبعد تولي رئيس عبد الفتاح السيس الحكم كانت قناة السويس على موعد تاريخي في السادس من أغسطس العام الماضي حينما أعلن عن بدء مشروع قناة السويس الجديدة لتسهيل حركة التجارة العالمية وينتظر أن تكون أهم اللحظات في تاريخ قناة السويس مع افتتاح القناة الجديدة هدية مصر إلى العالم